من ضمن الاسئلة لو انا شغال في مدرسة خاصة وعاوز اقدم على اعارة في دول الخريج والنقل زي عمال مثلا هل الاعارة دي اللي يقدم عليها لازم يكون شغال في مدرسة حكومية ولا ممكن خاصة كمان الاصل ان في الاعارة بكون في الجهات الحكومية وليست الجهات الخاصة لان ما فيش مكان قطاع خاص هيسمح لك بانك تعد سنة وترجع تاني واغلب العقود التوظيف الخاصة بالجهات الخاصة مدارس لرجات اي مكان ما فيش نظام الانقطاع عن العمل او انك تغيب لفترات طويلة بعكس الجهات الحكومية انك ممكن تاخد وده وفقا للقانون اجازة بدون مرتب فدي الفايصل في هذا الموضوع لكن اعاوز اقولك ان في بعض المدارس الخاصة ودي بقى وفقا لكل نوع ممكن ان اقولك طيب يا بنسافر على حسب علاقتك به ولو وما حصلش نصيب تعالى رجع تاني ولكن في هذه الحالة انت بتتفصل وبترجع تاني على قوة المدرسة وهو ده نظام الاعارة وربنا وفاك وكتبك كل خير بازن الله